موسيقى دولة الإمارات ترحب بقرار وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان وطيور الخير الإنسانية تنفذ عملية الأصغاط السابعة للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة وممثل الأمم المتحدة يعقد لقاء بمنظمات المجتمع المدني لولايات دارفور السودانية موسيقى أهلا بكم رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لبناء الأزمة بين الأطراف السودانية وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة وتيسير وصول المساعدات الرغاتية والإنسانية للمناطق المتضررة خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء وأكدت وزارة الخارجية دعمها لكافة الجهود المؤدية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي لتحقيق كل ما يقدم مصالح الشعب السوداني الشقيق ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان واستجابة للأوضاع الإنسانية أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية الأسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية شمال قطاع غزة وقام بتنفيذ عملية الأسقاط السابعة فواقم مشتركة من البلدين عبر طائرات حملت عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية للتقفيف من معاناة لشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى أكثر من ثلاثمائة وأحد عشر طن من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية التي تجسد المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة وحول الوضع الإنساني في السودان ناقشت شبكات منظمات المجتمع المدني لولايات دارفور مع ممثل الأمم المتحدة للوضع الإنساني التنسيق للعمل الإنساني وألياته برئاسة منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة والفريق المرافق وأضحت المنظمات أن الوضع الإنساني الصعب الذي تعمل به المنظمات ودور منظمات المجتمع المدني وأليات تنفيذ المساعدات الإنسانية يتوجب ضرورة عقد شراكات مع الأمم المتحدة والرعاية الاجتماعية من أجل معالجة الوضع الإنساني للبلاد وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن الاجتماع يأتي لتنسيق العمل الإنساني ولتقفيف الأوضاع على كثير من المواطنين الذين تضرروا من النزوح بسبب الحرب اللواء الزبيد يدشن إدخال أليات جديدة للقوات البحرية ويؤكد أن ذلك سيمكنها من القيام بمهامها في ظل التصعيد الحوثي المستمر ويتفقد سير العملية التعليمية في الأكاديمية العسكرية العليا ومجلس وزراء حكومة عدن يبحث تقفيف حدة تداعيات الهجمات الحوثية وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس الزبيدي دعوته لقيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي لدعم القوات البحرية في جانب التدريب والتاهيل وتعزيزها بالإمكانيات لتكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وحماية خطوط الملاحة الدولية وعكد اللواء الزبيدي خلال تدشين إدخال عدد من الأليات الجديدة التابعة للقوات البحرية للخدمة أكد على أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف خطوط الملاحة الدولية من جانبه أوضح وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري أن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية والدفاع الساحلي معكدا أن لدى القوات البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وكان في وقت سابق قد تفقد اللواء الزبيدي الأكاديمية العسكرية العليا بالعاصمة عدن مطلعا على السير العملية التعليمية في كليات الأكاديمية وأقسامها وخلال الزيارة حضر الزبيدي جانبا من مناقشات الرسائل المقدمة من قبل عدد من الدارسين في كلية القيادة والأركان لنيل درجة الماجستير مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبدلها وزير الدفاع الفريق الداعري لاستعادة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والعسكرية وما تبدل قيادة الأكاديمية من جهود لتطوير العملية التعليمية لضمان تخريج قادة عسكريين مؤهلين متسلحين بالعلوم العسكرية الحديثة وهن الزبيدي الخرجين من كليات الأكاديمية معربا عن إعجابه بمواضيع الرسائل التي تقدموا بها لنيل درجة الماجستير وواقعيتها وفي اجتماع بالعاصمة عدن وقف مجلس وزراء حكومة عدن أمام التطور الخطير لهجمات ميليش الحوثي على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن معكدا أن هذا التصعيد يستوجب إعادة النظر في سبيل مواجهة نشاط أدرع إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم وبعث الاجتماع أنشطة وخطة خلية إدارة أزمة السفينة روبيمار لاحتواء تداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء قرق السفينة وأشار مجلس الوزراء إلى أن محاولة تضليل الحوثيين للعالم وربطهم عملياتهم بالقضية الفلسطينية هو استمرار لنهجهم في الهروب من أي التزامات وتطرق اللقاء للإجراءات والأولويات الحكومية لتخفيف حدة تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط وتحسين موقف العملة الوطنية وضمان استدامة الخدمات ودفع رواتب الموظفين إلى ذلك ناقش الاجتماع الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة وجهود تحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه مع قدوم شهر رمضان إضافة إلى توافر السلع المختلفة للمواطنين والرقابة على الأسعار وجودتها فيما وجه مجلس الوزراء الوزراء والجهاد المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع عملية استحام المسافرين في المنافذ الدولية وتقفيف معاناتهم ومعالجة التكدس الحالي بشكل سريع فيما وافق الاجتماع على عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التأهيل لهيئة مشفى الجمهورية واعتماد مخصص شهري قدره 300 مليون ريال بالمناصفة بين الحكومة وسلطة المحلية في عدن لمدة عام كامل لدعم الخطة وعن التصعيد الحوثي قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إنها أسقطت ما لا يقوله عن 28 مركبة جوية غير مأهولة بعد المزيد من الاجتباكات وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها الذي حمل عنوان القوات الأمريكية والتحالف تدحر هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر ذكرت عدم تضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف الدولي في الهجوم وعشارت إلى عدم وجود أي تقارير من السفن التجارية تفيد بوقوع أضرار نشاتنا متواصلة وفيها أيضاً ثبوت رؤية هلال شهر رمضان والاثنين أول أيام الشهر الفضيل النائب البحسن يطلع على سير الأعمال الجارية في مشروع المرحلة الثانية لخور المكلة ويدشن مشروع توسعة شارع المكلة الرئيس اللجنة الأمنية بحضر موت قر الخطة الأمنية لشهر رمضان عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية وإضرابهم الشامل محافظ حضر موت يجتمع بلجنة المعلمين لبحث استعناف العملية التعليمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم من جديد أعلنت المملكة العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد سدير ويوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك وأصدر الديوان الملكي السعودي مرسوماً بأن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 للهجرة هذا وعلنت وزارة الأوقاف أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان بناء على ثبوت رؤية الهلال عند بعض الدول التي تشترك مع بلادنا في نفس مطالع الهلال ورؤيته هذا كما أعلنت عدداً من الدول العربية والإسلامية أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عبد الرحمن المحرم بالعاصمة عدن اجتماعاً موسعاً ضم السلطة المحلية والتنفيذية بأبيان بحضور محافظ المحافظة واستمع المحرم من محافظ أبيان إلى شرح عن خطط وبرامج السلطة المحلية التطويرية للعام الجاري وجهود معالجة القضايا المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين والمشاريع المتعثرة أمامها وبحث أليات استيناف العمل بها وتطرق الاجتماع إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها السلطة المحلية لتصحيح العمل الإداري بالمحافظة وتعزيز خطوط التواصل بين جميع المؤسسات الإرادية والمكاتب التنفيذية وفروع الوزرات وأشار المحرم إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية واطلاع السلطة الإدارية بدورها في خدمة المواطن وتحسين الظروف المعيشية وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لواء الركن فرج البحسني قيادة السلطة المحلية بحضر موت بوضع حد للاختلالات في بعض المرافق الحكومية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد جاء ذلك خلال لقاء محافظ حضر موت مبقوط بالماضي للاطلاع على نشاط السلطة المحلية واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتطرق اللقاء إلى مستوى الخدمات العامة بحضر موت وبحث سبل تحسينها وتطويرها للمواطنين وجهود تحسين خدمة الكهرباء خلال شهر رمضان وفصل الصيف وكذا الدعم الحكومي المطلوب لمساندة جهود السلطة المحلية في الارتقاء بواقع الخدمات على مستوى مختلف القطاعات وحث البحسني السلطة بحضر موت إلى بدل مزيد من الجهود وتلمس هموم المواطنين والإحساس بمعاناتهم والبحث عن معالجات مع رجال الخير للتخفيف عليهم وطأة لعباء المعيشية الصعبة اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الرقم فرج البحسني ومعه محافظ حضر موت مبقوط بن ماضي على سير الأعمال الإنشائية الجارية في مشروع المرحلة الثانية لخور المكلة واستمع اللواء البحسني من الوكيل الفني بحضر موت ومدير مكتب الأشغال والطرق إلى شرح مفصل حول المساحة الإجمالية للمشروع والتي تتوزع على مساحة القناة المائية وطولها ومساحة المتنفسات والمساحة الاستثمارية بالإضافة إلى الجسور كما تفقد البحسني عددا من المواقع الخاصة بإقامة المصالح العامة في بدينة المكلة ووجه سلطة المحلية بوضع حجر أساس لمشروع حديقة عامة خلف منصة العروض بمنطقة فوة إلى ذلك دشن النائب البحسني ومعه محافظ حضر موت مشروع توسعة شارع المكلة الرئيس ابتداء من محادات قصر السلطان القعيطي وحتى ميناء المكلة القديم ووجه قيادة السلطة المحلية بحضر موت بإزالة أي عواق ومباني تعرقل المشروع لضمان فتح خط مسار موسع مشددا على إنجاز الأعمال في المشروع خلال وقتها المحدد وبمواصفاتها الفنية المعتمدة كما تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه محافظ حضر موت سير الأعمال الجارية في مشروع شقي وسفلتة الطريقة الدائرية الوسط بين الغويزي إلى السجن المركزي وكان في وقت سابق قد دشن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء البحسني مشروع المخابز الخيرية على مستوى ثلاث مديريات بساحل حضر موت بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي ويتضمن المشروع خمسة مخابز خيرية موزعة ثلاثة منها في مناطق فوى وحي السلام والديس بمدينة المكلة ومخبز في مديرية غيربا وزير وآخر في مدينة الشحر على أن ينتج كل مخبز ستة آلاف حبة رغيف بإجمالي ثلاثين ألف حبة لجميع المخابز وتباع بسعر مدعوم بقيمة عشرين ريال لكل حبة وأكد البحسني أن مثل هذه المبادرات ستساهم في التخفيف عن الأسر لشد احتياجا وستلامس شريحة مهمة من المجتمع نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الحوت الإرهابية على الحكومة موجهة سلطة المحلية بحضر موت بتوفير موقع مناسب لإنشاء مخبز خيري كبير يقدم خدماته لأكبر عدد من المواطنين المحتاجين سلطة المحلية بمحافظة حضر موت بتوجهات الأخ محافظة المحافظة لن تعلو جهدا في تنفيذ أو المساعدة في تنفيذ عدد من المخابز وإن وجدت من أهل فعال خير نحن نستطيع أن نقدمهم كافة التسهيلات فيما يتعلق بوجود المكان الاستراتيجي الذي يتم في هذا المخبز طبعا إضافة القطاع الخاص والبيوت التجارية أيضا عدد من الجمعيات الخيرية التي قامت وأسهمت بعدد من المخابزة الألية المنتشرة في ربوع محافظة حضر موت ساحلا وواديا ساحلا وواديا إدراك من الجميع بحجم الأزمة الاقتصادية التي يعينها والمعاناها التي يعينها المواطنين ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع أهلنا وتجارنا في حضر موت لتخفيف معاناة أهلهم ولا يخفى عليكم الوضع الذي تمر به حضر موت وغيرها من المناطق في ظل هذا الانقلاب الرافضي الحوثي لهذا علينا أن نوحد الكلمة وأن نجمع كلمتنا وأن يحسن الغني إلى الفقير وأن يرحم القوي الضعيف رعى محافظ حضر موت مبخوط بن ماضي بالمكلة التوقيع على عقدي تمويل مشروعي التحويلات النقدية المشروطة في التغذية بمدينتي قصيعر والحامي بالتمويل من البنك الدولي والحكومة البريطانية ويقضي العقدين بإجراء عمليات المسح والفرز لحالات سوء التغذية المتشرة بين الأطفال والنساء والحوامل والمرضعات وتقديم المساعدات النقدية وتشغيل برامج التغذية في جميع المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأدوية والأغذية التكملية للمصابين بسوء التغذية وفي سياق منفصل رعى محافظ حضرموت تعميد محضر الاتفاق على مخرجات لجنة السلطة المحلية والنقابات العامة للعمال ونقابة الميهن الطبية والصحية بالمحافظة لخصوص تلبية مطالب العاملين في قطاع الصحة الحقوقية المشروعة ويقضي محضر الاتفاق التوصل إلى حلول حول النقاط التي تم إثارتها في بيان النقابة العامة للميهن الطبية والصحية خلال الوقفة الاحتجاجية في الخامس من مارس الجاري إلى ذلك ناقش المحافظ بالماضي مع وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكية غازي لحمر الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الوزارة في آلية ضبط وتنظيم لوايح استياد الأسماك وتسويقها وتعاميم الوزارة ذات الصلة بتقديم مدى التزامها بها أقرت اللجنة الأمنية بحضر موت في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوط بالماضي الخطة الأمنية لشهر رمضان وأكدت اللجنة على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والتنفيذ العملي الفاعل لإنجاح الخطة بما يؤمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها وأهبت اللجنة بالمواطنين التعاون الفاعل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتمكينها من القيام بدورها مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي لمن يسعى لإقلاق سكينة المواطنين عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية بعض إضراب دام لقرابة الشهر عن التدريس ودون النظر إلى مطالبهم اجتمعت السلطة المحلية بحضر موت مع أعضاء لجنة المعلمين بحضور قيادة مكتب التربية والتعليم وفي اللقاء استمع محافظ حضر موت إلى احتياجات ومطالب المعلمين الحقوقية المشروعة كما استعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في ظل توقف تصدير النفط وإفرازات الحرب وضعف الموارد مع الاهتمام بقطاع التعليم وتعزيز بنيته التحتية إلى جانب توفير مستحقات 18 ألف متعاقد شهريا على مستوى المحافظة ووجه المحافظ بتشكيل لجنة للوصول إلى نقاط التقاء لموصلة استئناف العملية التعليمية وذكرت السلطة المحلية أن لجنة المعلمين ستعقذ اجتماعا لها غدا للتوافق والخروج بحلول ناجعة لاستئناف العملية التعليمية وكان في وقت سابق قد أكدت اللجنة في بيانها على موصلة الإضراب الشامل حتى تحقيق مطالبهم افتتح المدير العام لمديرية المكلة العميد عبدالله باي عشوت فرع بنك البسيري للتمويل الأصغر بمدينة المكلة ويأتي افتتاح فرع البنك ليكون على مقربة من سكان المدينة وذلك بهدف تقديم خدماته بكل يسر وسهولة وتحقيق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرائح الفقيرة والمتوسطة وبناء مؤسسة مالية محلية تعزز من قدرة ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي ودعم مشاريع الشباب والقطاعات المختلفة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشيع الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب النسبة للبنوك طبعا تختلف عن شركات الصرافة شركات الصرافة هي مرخص لها ببيع وشراء العملات التحويلات الداخلية والخارجية نحن في البنوك طبعا عندنا مجالات أوسع وخدمات نقدمها أوسع سواء نقام من حيث الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية الإلكترونية عندنا بالنسبة لنا في تمويلات في الحسابات بأنواعها في الودايع في حسابات الإدخار نقدر نمنحها للمواطنين أو نقدر نستقبلها من المواطنين ويتحصل مقابلها على عائد بصيغة إسلامية افتتاح البنك البسيري للتمويل الأصغر وراء المكلة الخور والحمد لله الذي سوف يقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية وفقا للشريعة الإسلامية الذي ستساعم في رفع النمو الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تلبية احتجاجات الخاصة للأفراد وتمويل الشركات لتحقيق هدفهم التجاري أقرت لجنة المناقصات الفرعية إرساء مناقصة مشروعي توريد علاجات بيلوجية وكيماوية وتكملية للمركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت والصحراء وناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من القضايا المتعلقة بسير تنفيذ المشاريع في المجالات الخدمية وإحالة بعض الطلبات المقدمة من الجهات ذات الاقتصاص إلى اللجنة الفنية لمراجعتها والإفادة بشانها لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها محضر الاجتماع السابق ومدى تنفيذ التكاليف والتوصيات الواردة فيه التقى محافظ المهرى محمد علي ياسر المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين واستمع بني ياسر من المدير الإقليمي إلى الخدمات التي تقدمها منظمة الأمين كجهة مشغلة لمركز الغسيلة الكلوي في مدينة الغيظة واستعرض اللقاء الخدمات التي يقدمها مركز الغسيلة الكلوي منذ تشغيله وجرى مناقشة الإجراءات الأقيرة لتجشيل المرحلة الثالثة من تشغيل مركز الغسيلة وأشاد محافظ المهرى بجهود منظمة الأمين في خدمة أبناء المحافظة ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء ثبوت رؤية هلال شهر رمضان والإثنين أول أيام الشهر الفضيل النائب البحسني يطلع على سير الأعمال الجارية في مشروع المرحلة الثانية لخور المكلة ويدشن مشروع توسعة شارع المكلة الرئيس اللجنة الأمنية بحضر موت قر الخطة الأمنية لشهر رمضان عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية وإضرابهم الشامل محافظ حضر موت يجتمع بلجنة المعلمين لبحث استئناف العملية التعليمية نشرتنا الأخبارية انتهت شكرا لطيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة